إلي مدى تتفق بأن الأسباب السياسية سواء إدارة أنقرة لهذه الأزمة إدارة أنقرة لعلاقاتها المتوترة مع الإقليم وعدد من الأطراف الدولية تتغلب على الأسباب الاقتصادية في داخل البلاد وعلى السياسات النقضية القائمة طبعا هناك تأثير كبير جدا علاقات الخارجية مع اقتصاد التركي والسياسة الخارجية أذكر لكم مثال بسيط جدا عندما تدخلنا في شؤون سوريا الداخلية ماذا صار آخر هذه السياسة التي كانوا يفتخرون بها سابقا وكنا نحذرهم ماذا صار في آخر المطاف أنه أربع ملايين لاجئين سوريين في الأراضي التركية ومليارات الدولارات لحد الآن صرفوا والرئيس يؤكد أنه سوف يصرف فيما بعد هذا الأمر موجود بصراحة أو التبتر بيننا وبين الاتحاد الأوروبي أو التدخل في شؤون ليبيا الداخلية أو مثلا في شؤون خليج الداخلية وغير ذلك هذه الأمور موجودة وبصراحة هذا الأمر مؤثر في كما قال ضيفكم دكتور سعيد الحاج أنه علاقات السياسة مع الاقتصاد أمر واضح جدا لكن مثلا من الأسباب الواضحة الرئيس الاقتصاد في تركيا وزير المالية وهو صهر الرئيس أردوغان يقول أنا لا أهتم ولا أنظر أصلا إلى سعر الليرة مقابل الدولار ولا يهمني يقول فيهم من أو مثلا أحد الوزراء قال قوة الشراء المواطن التركي صار أزيد وأقوى من المواطن الأوروبي يعني ماذا أقول فيما بعد هذه الأمور مع الأسف الشديد موجودة يعني الأهلية في الاقتصاد مهم والخبرة مهم جدا لكن الاقتصاديون وأصحاب الرئيس مال في تركيا يعترفون أن الإدارة الاقتصادية في تركيا ضعيف وأحد أقوى الأوراق بيد المعارضة هذا الملف هل هناك خطة نقضية واقتصادية سيد جواد برأيك للتعاطي مع هذا التحدي حين تسمع من شخصيات رفيعة المستوى تتولى ملفات الاقتصاد والمال في تركيا التصريحات التي أشرت إليها هل يشي ذلك بأن هذا الفريق ربما لا يمتلك تصورا واضحا للتعاطي مع هذه التحديات الكبيرة طبعا يعني لا يكفي يعني مثلا تركيا اقتصادها كان يمشي على مثلا بيع العقارات أو السياحة أو الجلب السياح العربي إلى تركيا وغير ذلك لكن في الآوانات الأخيرة رأينا أنه كانت هناك مقاطعة مثلا من بعض الدول إلى اقتصاد التركي إلى منتجات التركي وغير ذلك يعني التحديات كبيرة مثل مثلا عندما يأتي نقاش حول عقوبات الأوروبية إلى تركيا وكما قال ضيفكم عندما كان تهديد من قبل ترامب إلى تركيا كان هناك انهيار لسعر الليرة مقابل الدولار وغير ذلك فبصراحة لا توجد إدارة التي تسيطر على الأوضاع الاقتصادية بقوة كانوا في البداية جيدا لكن الآن ليسوا كافية بصراحة